أعرب صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر لدى لقائه بالمواطنين في مجلس سموه بقصة لقضبية عن تأكيد سموه أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الميكل مفدى قد حققت وأنجزت الكثير وأن هذه المجازات تتستمر وتتعظم وثقتنا عالية في شعبنا وقدراته وأمكانياته التي نجحت في الوصول بالبحرين إلى العالمية في مجالات عدة سياسيا وإعلاميا وثقافيا وطبيا ورياضيا ومهنيا وغيرها ويقينا بأن شعبا بهذه القدرات التي نعتز ونفخر بها دائما لقادر بإذن الله على تحقيق مزيد من القفزات الحضارية والتنموية بالبحرين وثقة كبيرة في أبنائنا وبناتنا الذين نعول عليهم كثيرا في ازدهار بلدنا وتطورا وامتدح صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وعي الشعب البحريني وانفتاحه وما يحمله من روح مسؤولية عالية جعلته دائما ثابتا لا يتزحزح في التصدي لأفواه وأبواق الفتنة وفي جعل كلامهم الزائف زائلا ومنتفيا وغير ذي أثر في المجتمع لافتا سموه إلا أن البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدة مقبلة على المزيد من التطور والازدهار الذي يعد امتدادا لكل الإنجازات التي تحققت في عهد جلالاته الزاهر ودعمت قاعدة المنجز الوطني الذي سيظل يرفض العطاء البحريني للوصول إلى الريادة في مختلف المجالات وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن المستجدات والتطورات تتطلب الوعية وجعل المصلحة الوطنية هدفا أسمى وأعلى من أي أمر وأن يكون الوطن جوهر كل عمل ومصلحة المواطن هدفه وغايته ولا نحيد عنهما لأي سبب هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر لقضبية صباح اليوم جمعا من المسؤولين ورجال الأعمال والمواطنين والنخب الفكرية والصحفية والإعلامية الذين أشادوا بما تهيئه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من دعم للمواطن ليشق طريقه نحو العطاء والتميز الذي عزز من سمعة المملكة ومواطنيها إقليميا ودوليا وجعل البحريني يحظى بإشادة الجميع وثقة المنظمات ليتبوأ المناصب القيادية فيها وخلال اللقاء قال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إنما قدمناه ونقدمه لهذا الوطن واجب تحتمه علينا مسؤوليتنا تجاه البحرين وأهلنا المواطنين ومهما قدمنا فهو قليل أمام ما يستحقه المواطن وإقبال طموحنا له بأن يتمتع بأفضل الخدمات وأرقاها مسترى وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن البحريني محل اعتزاز وتقدير من الحكومة فهو اليوم ذو كفاءة وخبرة في كل مجال وأسهامات أبنائنا في التنمية يشهد بها القاصي والداني وأضاف سموه البحريني عندنا لا مثيل له وستظل نظرتنا له أنه محور التنمية وأساس التقدم ونشهد له دوما بالكفاءة والتميز وتؤكد على شهادتنا العديد من دول العالم التي تعتبر كفاءة المواطن البحريني أحد مميزات المملكة وأبرز الحوافز الاستثمارية فيها لافتا سموه إلى أن كل إشادة دولية بمجهزات البحرين هي إشادة بمواطنيها فهم أساس هذا الإنجاز والقائمين عليه وبسواعدهم قامت صروح النهضة التي أسست لمسيرة تنموية شامخة يشار إليها بالبنان وأشار سموه إلى أننا ننظر دوما للمواطن البحريني بأنه الدرع الحصين للوطن ورهاننا على وعيه في صد المؤامرات التي تحاك ضد المملكة كان دائما يكلل بالنجاح والتاريخ خير شاهد على ذلك وما مرت به مملكة البحرين من تحديات في تاريخها المعاصر برهان على مواقف شعب المملكة الأصيل ووقفاتهم المشرفة والتي ستظل دوما خالدة في الذاكرة الوطنية موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة